أعلنت وزارة الموارد المائية والرأية مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومية لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي وبحسب الوزارة فقد تم الانتهاء من تأهيل الألف الرابعة من الترع بأطوال تصل إلى 4013 كم بمختلف المحافظات وجار تأهيل الترع بأطوال تصل إلى 4257 كم أشرت الوزارة إلى استمرار حملات الإزالة الموسعة الجارية بجميع المحافظات لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري حيث تم حتى تاريخ إزالة ما يزيد عن 34 ألف حالة تعد بمساحة حوالي 5 مليون و200 ألف متر مربع وذلك بالتنصيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن